هذا وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية على الجهوزية العالية وكفاءة منظومات الدفاع السورية في تدمير عدد كبير من الصواريخ الإسرائيلية في عضوانها الجديد على سوريا تمكنت منظومات دفاعنا الجوي من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية فجر اليوم والتي كانت تستهدف عددا من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه وأدى وصول القسم المتبقي من الصواريخ إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة اثنين آخرين بجراح إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية للمزيد حول الأوضاع في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبدالقادر عزوز مستشار ورئيس الوزراء السورية سيد عبدالقادر بعد التحية هذه ليست هي المرة الأولى التي تتعرض فيها سوريا لقصف من القوات الإسرائيلية وكل مرة تتحدث سوريا والقوات السورية عن الرد القادم تجاه تل أبيب ولا يبدو أن يحدث شيء هل الأمور مرشحة الآن للتصعيد أكثر أم أن الأزمة ستتجه إلى الهدوء؟ صحية لك وصحية لجميع الأخ العاملين في القناة كم الكريمهم وجميع أهلنا في جمهورية نصر العربية طبعاً أهلاً الدولة السورية لم تقفت محيوكة الأيدي في كل محاولات الأجواب وتذكر جديداً كيف أن وقاة الدفاع الجوي السوري عملت على إصطاة الطائرة 19 الإسرائيلية وعيضاً هذا اليوم عندما تعرضت الدولة السورية في أدوان إسرائيلية لم تقفت مصريفة الأيدي يتصدد يتصدد يسائل الدفاع الجوي لمقاجر النيران والإسرائيل وعطفة التثير منها ولم تصل إلى إحساسها وأغرابها فالقياسة الرد والربع لا تزال حاضرة لدى الدولة السورية للدفاع عن أرضها وكرامتها وسيئة الدفاع يعني أنت تتحدث الآن عن أن الرد بالفعل قد تم أم أن هناك رد قادم أعطى حديثي اليوم بأن الإسرائيل هو القادر على أن يخب حرب من الهواء فيها حشاش العمسي الجغرافي والديمغرافي وصيبتهم بالدولة السورية في الجنش العربي السوري بأبناء سوريا فالثاني اليوم شعبنا بأننا نزرع العمل على الاحتواء الموطف وعلى عمل على ونحن في إطار جعوب الكثير من الأطراط البيضية ونحن موطف في عدم فالتعريض الأمور باحتبار أن هذا الأمر لن يخدم الكيان الشهوري الذي كان يقوم يعاني من الكثير من الصغرات ومواجهة الموطفعة لطويلة الأمم تمام الدكتور عبدالقادر عزوز مستشار رئيس الوزراء السوري شكرا جزيلا